شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذ إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوية وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والتقارير والقرارات للقادة على جميع المستويات كذلك استعراض عدد من الأنشطة العملياتية لمجابهة هجمة جوية معادية وفقا لمضومة العمل المشترك بالأسس العلمية المدروسة وأشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالآداء المتميز والكفاءة القتالية العالية التي ظهر عليها رجال القوات الجوية والدفاع الجوية